مرحبا و أهلا مثل العطر و أحلا و قلوبنا قالت يا حي هطل الله شؤال أستاذ محمد الآن جدا إذا الشخص صار كوميدي شوي و يضحك لابد تقابل أنت من أنك علامي فقابلت ناس كثير كثير صح من الأصحاب و من غير الأصحاب من الجمهور أنت تضايق و ش الموقف تصير هل تسلك و تمشي لا شوف لكل مقام مقالة أنت في مكان مثلا في فرح يا أخي بعد لا تصير نكدي كل واحد له مقياس و في موضوع تقدير اللي أمامه هل هو زودها و لا ما زودها بس أنا أقول من كثر كلامه و كثر خطأ و حاول أنك تكون مقل حتى الذب إذا جئت بالذب اعرف و ش الذب و دائما خلك مقيد بالأخلاقيات لأنه رسول الله سلام عليه ما أتى ليتم مكرم الأخلاق و من أوائل من يدخل الجنة أحسنكم أخلاقه حتى في مزحك قيده بموضوع الأخلاقيات جميل و أنا أعتقد أنه بالعكس ما في مشكلة أنه نمزح نقعد نمزح معكم عساني بس ماني ثقيل لا يا زيليكس لا يا زيليكس بس من الله زينا 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 المزح بحدود الناس تقبلك لكن ترى الانطباع الأول دائما و أبدا يبنى على أساس هذه الأشياء إذا كنت جاد يعني طعم جديتك بشيء من الطرفة و المزح و الضحك و الابتسامة زينا فيه تأتي مواقف بعض المشاهير مثلا أشوفها تنتشره كذا اللي يصور مشهول يقول له ها لو سهلا كيف حالك مش عارف إيش بعد ذلك يبتسمنا الله يسعدك و الله أنك سخيف يلخم 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 بهذا أنا أشوف أنه وقاحة صحيح أنا معلش ياسر قبل يومين و ثلاثة صورتك في سنابي أنا أمون عليك و رفعت على طول الهوال نحن أخويا قبل لنكون ما يحتاج رفعت الهوال قلت هل ياسر أنت قلت لي كذا مفاجئ أنت قلت لي أنا كذا مفاجئ في واحد دخل علي في الخاص يقول لي ترى ما يصلح أنك تصور الناس بشكل مفاجئ يمكن أنه ما يرى التصوير يمكن أنه مستعد ذي كل لحظة لأنا كنت أدري أنه يصور بس جبتهم باب الفكرة فيه ناس ما يعرفون تفاصيل هذه لكن فعلا ترى كلامه صحيح يعني أنت اليوم لا تجي تتوي فيها أنا اللي أمون على فلان و أجي أصوره يمكن يا أخي هو في لحظة لا يريد أن يصور صحيح ليس مثلا أننا في اللقاء كذا أجي أسحب كرثة كرفس على وراء صحيح لا و أغيّل لا بعضهم كيف بعد التويع أقول تخيّل أه أودكم بحدث تريند غير الطحة لياك أودكم بحدث تريند أشغل الله لا 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 تقدر و متعب موجود و دفول والله أشغل بكناع هذا يتخيض على طول على طول لا أجب مشكلة يجي يصورك مفاجئ يفاجئك بالتصوير و يسألك أسئة أو يحرجك على الهواء يحرجك و يعتقد أن الموضوع أنا أخذت وتريند و أني أمون عليك و عادي لا 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 أكثر جوابك يحرجك بالنار الله تلاجبتني دائما أقول وهذا ترى فعلة أحرجك بالنار